صباح الفول الليلة هوا را عاملين ايه يا رب جماعكم بخير. في العادي انا ما بحبش اتكلم عن اي مشكلة او اي حاجة حصلت او اي حاجة خارج ملعب مبارا. ولكن اه بقلنا يمين كده عملين نتكلم في حكاية ان اللي حصل بين دونجا وعبد الواحد ومصطفى شلابين اه واه اه 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 لقهم على فرض من امن وفي ناس اعتدت ان هو اه منظم متهم مبارا وفي ناس اعتدت ان هو مدير امن في الستاد كلام كيل جدا. وكانت من ضمن الكلام يعني ان الرجل كان لابس تشد احمر. حسنة اللون الاحمر ده ما علينا. طيب المشكلة حصلت لما مثلا تقرير يلا كورة كانت عملت لك رموضة ده. مصطفى نبيل عماد دونجا كان قاد في مأسورة ومش موجود في القائمة بتاعت الفريق كان بيشجع فريق عادي ولما تجون بتاع اوباما اجيه فنطف من المأسورة على استلم ونادل فشافه الرجل المنظم بتاع مبارا او حد من العاملين او حد من الرئيس يعني حد تقيل من العاملين في الاستاذ اللي هو بينظمه المباراة. فقال له ما ينفعش اطلع تاني فدمجا اشتبك معاه بقى لفظيا وقعدوا يتكلم كتير وكده. وما ينفعش فرح مصدقة شلابي بملكتها انا مش عايز اقول كلمة تتحسب عليا ولكن اا اا مصطفى شلابي دخل ان هو اي انصر او او منظوما ورح داخل شوية فرق. ما فيش ده ما ده ما ينفعش ان هو يحصل عموما بشكل عام ده اتصرف خطأ جدا ولكن اا ده اللي حصل. فا ومعد الشوية اتدخل عبدالواحد اللي بقى ودخل العيبة كلهما ان هم يحاولوا يرفضوا المشكلة دي وهكل. اا اللي مضيقني من الموضوع ده كله ان هو مصطفى شلبي تلعى قال لك حد الكلبش وقال لك شكرا على الكرام الدي وفا. لو اا حسن النبي قد يبقى حسن النبي طلع قال ان هو هيعلن انتحابه من السوبر ولازم الوزير يتدخل وقال بحس ان الوزير ده ما قدوش حاجة يعني علي الوزير طبعا بنعرارسنا وكل حاجة. بس الوزير عندي جزمة الكوية او عند اا رئاساتنا دي الزمالك بشكل ما هو لازم يبقى هو اا رئيس النادي وهو اي حاجة تحصل يلازم يتكلمه معاه ولازم هو يتدخل. اا فقال لك انا هنسحب من بطولة السوبر يا كابتل حسن انت جاي بكرت الزهب انت لا عدت بطولة ولا اخدت حاجة ولا بتاع انت جاي تنسحب من بطولة انت تأهلت لها اصم بالكرت الزهب انت ما كانتش ديك وجود في الفنت اهلت لها اصم تجي بايلق ففكرة انت تيجي تقول انا عيزة نسحب من بطولة انا بساطر النهائي. بعدين مرضو اا اللي خلان اعمال فيديو ده اا محمل بمد صديقي يعني هو حد جميل جدا هو صحفي وحد من نساتي له في صحافة كتب لك الزواج المعيين بين اا ان مصطفى الشيبي او محمد الشيبي ده بتاع براملز الظاهر بتاع براملز المفروض ياخد حق وبين ان اا اللي عجبه مصطفى شلابي ودنجا بقى اي يا ابني اي يا ابني واحد غلط لازم يدعوك مش ده المبدأ بتاع مشكلة بتاع تشيبي والشحات ايه بقى اللي اتغير لما دنجا ومصطفى شلابي يعملوا مشكلات ففي حاجة غلط وبالين برضو ما ينفعش ان انا اتصدر اكبر قدرة دي في مصر ما ينفعش ان هي بتكتو صرافات خاطئة وما ينفعش تنفعش لغلط فانت عندكم مشكلة ما عند الزماغ كده محتاج ان هي تتفرمح من اول ورديد وتفهمه انتو عايزين انت مالو ايه بالزبط ان اا الامارات انا ما اعتقدتش الابد يعني ما رحش امارات اولا مرة وما اعتقدش ان هي فيها مشكلة يعني ما اعتقدش ان في حد من الامن هيتصيط لحد مشكلة هتم الا لو كان حاج ده غلط اعتوقع ده واللي انا شفته من الناس كتير اوي واللي اسمعته للحكاية دي حاجات ديها كلام كتير اوي في موضوع الامن في الامار بشكل عامل ففكرة ان لاب اصلا انت ليه بتنزم من المقصورة هم الاول يعني انت كنبيل عمال دونجا ليه ليه تعمل مشكلة هم الاول فالتصرف خاطئ وفكرة ان انا هنسحب وفكرة ان انا يعني التمالك دي انا دي كبير انتو حرام عليكم ان انت عمدين في جدا يعني انتو عمدين مبهدرين واخر بهدلة